في اليمن لا حصانة من الاستداف عندما تختار العمل الصحفي في ظل الحرب وتختفي كل الخطوط ولا فرق في ذلك بين أن تكون مع هذا الطرف أو ذاك كما قد لا يهم إن كنت تعمل لحساب جهة مستقلة أو وسيلة رسمية زملاء من جميع الأطراف دفعوا حياتهم ثمنا للحقيقة ولما يؤمنون به قتل العديد منهم بينما يظل أكثر من خمسة عشر صحفيا يرزحون تحت التعذيب في معتقلات الميليشيا والبعض الآخر مخفيا قسرا وصنف ثالث مشردون كل ذلك ليس لشيء إلا لأنهم سلكوا مهنة المتاعب بكل صعوبتها وظلوا يوثقون جرائم الميليشيا فضاقت بهم ذرعا وقررت التخلص منهم بطريقة أو بأخرى اليوم يكتمل عام على اعتقال أكبر عدد من الصحفيين حيث اختطفتهم الميليشيا دفعة واحدة في العاصمة صنعاء ونددت نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي لصحفيين بهذه الجريمة بحق الصحافة فالصحفيون ليس لهم سوى الموقف كما يجدد اليوم الاتحاد الدولي لصحفيين من وقفاته الاحتجاجية وأيضا أهالي المختفين الذين يطالبون بإطلاق سراحهم والكشف عن مصيرهم بعد أن أضربوا عن الطعام وجرى نقلهم من سجن هبر في العاصمة إلى جهة مجهولة بينما آخرون أيضا ما يزال مصيرهم غامض قائمة طويلة من الصحفيين عاقبتهم الميليشيا بهذه الطريقة قتلتهم قنصا أو قصفا أو أخفت العديد منهم في معتقلاتها السرية وهو ما يجعل من الأسرة الصحفية الدولية قلقة إزاء حياتهم في مدينة إنجيه الفرنسية نظم الاتحاد الدولي للصحفيين وقفة احتجاجية مع ما يتعرض له زملائهم من الصحفيين اليمنيين بينما نفذت في العاصمة صنعاء العشرات من أمهاتهم وقفة أمام نقابة الصحفيين فتعرضنا للاعتداء من قبل ميليشيا الحوثي العام الماضي وحتى هذا الشهر من العام الجاري يعد الأسوأ على الصحفيين وبيئة التعبير عن الرأي في ظل سلطة الميليشيا التي سممت ليس البيئة الصحفية فحسب بل وحياة الناس العاديين أيضا